فصار عنده مشكلتين مشكلة داخلية ومشكلة خارجية المشكلة الداخلية انه هذا الولد كان متهور جدا مش بس كان وقح معندوش حكمة كيف حتى يستثمر الاموال بتاعته على طول راح وابتدى يصرف بالحياة الخلعية وطبعا لما انت معاك مصاري كل الناس بتحبك وكل الناس عاوزة تقترب اليك وكل الناس عاوزة تمسح الجوخ وتكتبلك اشعار وكلمات مش نسمعها دايما ومنشوفها بشكل مستمر في مجتمعاتنا الشرقية فالمشكلة الداخلية انه خلاص وصل يعني على البلاط ما عندوش اي سنت ولا عندو اي رصيد وبعدين بعيد بعيد جدا عن بيت الاب لكن المشكلة التانية اللي ما توقعها وهي بتصير معانا دايما اللي هي كارثة والكارثة طبعا المسيح بيتكلم بامثال لمعاصري طبعا بيفهموا على اللي بيتكلموا يسوع مكتوب حدث جوع شديد والجوع الشديد طبعا مش غريب على ارض فلسطين على الاراضي المقدسة الكتاب المقدس بيذكر كده مرة بفترة جوع فهي الكارثة اللي حثت يعني زي ما تقول اليوم احنا باللغة المألوفة حدث وبأ اللي هو الكورونا مثلا وهي البنداميك اثرت على كل العالم من ناحية نفسية من ناحية اجتماعية من ناحية اقتصادية اثرت على الكنائس على المساجد على دور العبادة بغض النظر شو الخلفيات الدينية اثرت على الاقتصاد اقتصاد العالم كله عم يتأرجح للمجهول مش معروف شو اللي راح يحدث وبعدين اللي منشوفه حولينا كتير ناس اللي تركت اشغالها وعمالها وكتير من البزنس يعني اضطر انه يعلن افلاسه ووصل على البلاط فبتيجي الكوارث الطبعية فالمشكلة الاولى كانت مع صبق الاسرار عدم الحكمة عدم التمييز عدم الاستثمار في المصاري اللي كانت معاه والمشكلة الخارجية فتركته محطم مهمش يعني وصل الى اسفل الدركات الى الحضيد بكلمات اخرى وصل الى طريق مسدود